حمل اليوم الأخير من فعالية ملتقد دار الخمس عشر الأربعاء الثالث من محرم لعام 1443 هجرية بدار المصطفى بتاريم لدراسات الإسلامية عدد من المحاور القيمة والجلسة الختامية تحت عنوان البناء والتحصين والإعداد من خلال الأسرة وانطلق اليوم الأخير بالمحور السابع الذي قدمه الدكتور إبراهيم بن أحمد الحارثي عبر برنامج الزوم بعنوان التحصين الأخلاقي والفكري واللغوي والغذائي والمهني للأسرة عقبه مداخلة لسيد حسين بن عبدالقادر السقاف بعنوان الأسرة المباركة مجتمع آمن عبر فيها عما يمكن أن يصيب الإنسان من الفتن في جميع شؤونه ولن يجد مكانا آمنا من هذه الفتن إلا في بيته والنبي كان حريصا بالقيام بمهمة بناء بيته بهيئة صحيحة إلا أن الأسر اليوم دخلت في حياتهم مشغلات كثيرة أدت إلى نوع من التفرق رغم وجودهم ببيت واحد فلذلك لهذا الملتقى كيف نعيد بناء البيت حتى يكون هناك فعلا حاضنة آمنة دينيا فكريا سلوكيا اعتقاديا إلى آخره وأسدل ستار الملتقى مساء نفس اليوم بالجلسة الختامية المتضمن برنامجها أي من القرآن الكريم والحدوي والإنشاد وقصائد شعرية واستعراض لأبرز التوصيات التي قدمها الملتقى وكلمات لعدد من الدعاة والعلماء المشاركين في الملتقى وكلمة لعميد دير المصطفى للدراسات الإسلامية العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ قائلا بأن من مظاهر خير الله في اليمن وجود مثل هذه الخيرات والملتقيات للمفكرين والعلماء والمجربين من مختلف أقطار الأرض لوضع الأفكار التي تسهم في معالجة أوضع الأسر والارتقاء بها والحصول على حياة هنئة والرفق في البيوت بما يقوم شأن الحنان والعاطفة وإفاضة ذلك على الجيران ومن حواليهم كل هذا وما تعلق به نرجوه من مثل هذه الملتقيات والله ينظر إلى يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا ويحيي أسر المسلمين حياة الصلاح والفلاح والخير والرشد والهدى والتكاتف والتآلف وعلى كل ما يحبه ويرضاه ويفرق روب الأمة أجمعين في المشارك والمغارب وصلى الله على سلم محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين وهكذا احتدمت أعمال الملتقى المجيدة عبر محاور الملتقى المقدمة من علماء الشام واليمن وبريطانيا والكويت والإمارات وتحت مضلة الشرع الإسلامي لتقديم كل من من شأنه رفع هذا التدويج العلمية من دار المصطفى بالتريم للدراسات الإسلامية عبد الحكيم بحريش حضر موت تريم